بيسجل كتير في شوتينج من بره برضو بيسجل مفيش كلام كتير على نقص راس الحربة حتى لو كهرباء مسجلش بدأت الأزمة تبان أو المشكلة تبان في غياب راس الحربة الوفقى للمواصفات اللي الناس عايزاها تبان لما الأجنحة تعطلت عن التسجيل ولما الشوتينج من بره قال لقوي فبدأت تدور على مين اللي جيبوا الجون ولما الأجنحة تعطلت أيضا عن الكوار العرضية المؤثرة ما أستاذ إبراهيم هو راس الحربة ده بالمعنى التقليدي بتاعه اللي هو مش على مستوى العالم موجود يعني كل الناس بتيجي من تحت النهاردة راس الحربة ده هيلعب ازاي هيلعب لو في مساحات حيعتمد على اللون باس والسرو باس من العمق لو فيه تكدس يبقى ما فيش حل غير الأجنحة والكورة على الرضية ما فيش راس حربة لا صلاح محسن ولا شادي ولا شريف ولا أخيرا مودست وحكلم على مودست بيلاقي هذا الكلام بس فيه واحد تاني بيقدر يسقط عنده حلول زي محمد شريف زي كهرباء لأن دول لعبوا المركزين هما في الأصل جناح جناح ويقدروا وتم توظيفهم راس حربة بيقدروا يحلوا الاشكالية دي طيب الناس عمالة تقول أنت عمال فشلت تجيب راس حربة أنا هاجل الموضوع مودست وراس الحربة بس أنا بتكلم معاك في جزئية إيه الفرق بين أن أنا أكون بسجل كتير وأخذ تلاتات وأربعات ثم أدخل بطولة زي الدور الأفريقي مع سيمبا ألاقي فيه شح في التسجيل في الدور الأفريقي وفيه فرص كتيرة بتضيع إيه المقارنة بين الاتنين الليبل بتاع المنافسة والضغط والمطلوب منك خلي بالك خسرتك أمام التحاد العاصمة مؤثرة هزة إنت لو كنت تكسبتك كنت دخلت البطولة دي مرتاح إنما إنت عايزة إيه تثبت وتلحق كل هذي بتخليك في نوع من الوفاق وفاق الصيف هذا التحاد العاصمة ها التحاد العاصمة هو أمال وفاق إيه ما أنا قلت التحاد العاصمة لا بقولك دغوطات دغوطات أنا سمعتها وفاق لا لا أعمل الدغوطات لا والتحاد العاصمة كان بطل لكون فدرالية أي بطل ده هو كسب فرق مهمة جدا وأنا قلت أبليها كده يعني ما ناخدهاش كده يعني أهو ده مثلا النموذج لو التحكيم كان عادي زي الآخر ماتش ده كنت أنت عديت الماتش ده يعني حاجة غريبة بيحصل لك حاجات غريبة أنت لكن في النهاية لو أنت بحالتك لح تستنى بقى حكم يتحمل عليك أو يديك حقك واخد بالك لأنك هتوبا مخلص أبقى بحالته وليه جاءوا بكل العناصر ياريت ده غاية المونة بس هي مش دورات مش دورات كهرباء وصاز برايب أنا كده حبقى بحالتي يا جماعة يلا بينا أنا عايزة أبقى بحالتي وفي حد مش عايزة يبقى بحالته ما حاجة بقى بص بقى أنا حخش في المطلق أنا من الناس أحيانا يبقى فيه خلل يسفر على النجاح مرة كنا بنلعب ماتش إحنا وزمالك في الكرة الطايرة في هليوبلس وكان أمر علواني كابتن كاباتر مصرو في عزو اتنين اتنين والشوت الخامس 13 اتنين لصالح مين الزمالك حصل تغيير ها الفاصل حصل تغييرة من المدرب كان نبيه صلاح طول كده وناشئ وصلنا كام تلاتاشر 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 اوه راح المدرب عامل ايه على خلاز الخبرة اه خسرنا خمستاشر تلاتاشر يا ساتر مش بسبب لنا بيه ولا بسبب عمر بسبب ان الميكانيزم ماشي التغيير ماشي ويجوز ان الفريق اللي قدامك ما بقاش اطلع ملوكات شايفين وحطهم كده ما بينطوش معا يعني فيه اسباب مقصد النجاح ماشي انت مش شايف السبب ايه ممكن نكون كل دور عندما يكون ثمة نجاح احافظ على المناخ اللي خلق ده اللي خلق ده لان انا مش عارفه جاي منين ممكن نكون جاي من كل جزئية بنسبة تب شكل عام اه طيب انا بقى عندي فريق نجحت بطريقة معينة في التدوير بتاعه والفريق ده سعيدني جدا كافراد في قبول هذا الكلام وكان الكلام كله يقولك ايه اصلي كولر عادل وتحقيق العدالة اصفر عن اللعيبة كلها بتحبه وانا بتدينا نقول هذا الكلام ونقارنه بمانوجسية ونحكي ان العدالة وان الناس كلها عندها فرص وكل واحد بينزل بيكون مؤسر ويعمل مخرجش من الفيلم ده طب دي مسئولية مين مسئولية كل الاطراف كل الاطراف اذا كنت انا بعمل حاجة ما غيرهاش اذا كنت انا كالعيب بقبل حاجة افضل قابلها احسن